مهرجان العالمين الجديدة دلوقتي بقى فعلاً هو الحدث الأبرز في الساحة الفنية والسياحية السنادي المهرجان في نسخته التانية بقى أكتر من مجرد مجموعة حفلات النهاردة طبعاً كلنا هنتابع الحفلة الأهم حفلة الهضبة عمر الدياب في العالمين الجديدة عشان كده نقدر نقول إن المهرجان أصبح مهرجان عالمي بيعكس تطور مدينة العالمين الجديدة وإزاي أصبحت وجهة رئيسية للأنشطة الثقافية والترفهية والفنية مش بس كده المهرجان كمان فرصة ذهبية لتجميع أكبر عدد من النجوم والفنانين من مختلف أنحاء العالم فعلاً اللي انت بتتكلم عليه ده يا محمد شفنا ردود أفعال ويمكن من خلال نجوم كتير كانوا متواجدين ويمكن أحرقوا حفلات أوزاروا العالمين كلهم بلا استثناء أكدوا إن العالمين اتحولت من مدينة يعني كانت مدينة ألغام بقت مدينة أحلام بقت مدينة ساحرة فيها كل حاجة مبهرة سواء بقى من ناحية الثقافية أو السياحية أو الترفيهية وكمان الاستثمار موجود فيها الأهم إن احنا نأكد على فكرة إنها مدينة لكل مصريين مش قاسرة على فئة معينة أو مجموعة معينة أي حد عايز يروح له مكان وأي حد بأي بوجت أو أي فلوس هو حاطت عامل حسابه فيها حيقدر ينبسط ويلاقي حاجة مناسبة جدا لي حي المدينة العالمين هي مدينة كل المصريين طوال الفترة اللي فاتت من أيام المهرجان شفنا عروض فنية متميزة نالت إعجاب الجمهور فعاليات متنوعة ما بين حفلات موسيقية لمجموعة من أشهر الفنانين لعروض مصرحية لفعاليات ترفيهية ورياضية لفعاليات كمان مخصصة للطفل خلت المهرجان فعلا محطة أنظار الزوار من جميع الفئات والأعمار عشان كده مهرجان العالمين مش بس قاصر على تقديم الترفيه بس كمان هو بيقدم مصر داخليا وخارجيا بصورة جديدة ومختلفة من ناحية تسويق الأفكار الاستثمارية ومن خلال كمان جذب آلاف الزوار اللي وفقا للتقديرات حيتجاوز إن شاء الله مليون زئر المهرجان فعلا ساهم في أنه يروج للمدينة الجديدة كوجهة سياحية عالمية ويقدر يبين قد إيه شواطئها جميلة ومناخها معتدل وده طبعا بيجذب السياح طول السنة طبعا بالإضافة لده المهرجان بيمثل منص التفاعل ثقافي وفني بين مختلف الدول بشكل يقدر يساهم في أنه يعزز العلاقات الدولية ويبرز مصر كماركة ثقافي بارز زي ما كانت موجودة طول عمره المهرجان ده فعلا خلى مصر أو رجع مصر على خريطة الترفيه العالمية وإن شاء الله نشوف المهرجان في نسخه المختلفة كل سنة بيتطور أكتر وأكتر ترجمة نانسي قنقر